اشتركوا في القناة 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 والمددين اللي هي من ساعة لما تنزل الـ لحد لما يحصل حاجة اسمها فالك الريكروتمت او انتقاء حوال صلة واحدة مبطنة بعدد من الخلايا عدد الخلايا دي اقل بكثير جدا من عدد الخلايا اللي بتصنع الحيوانات المنوية ولكن هي خلايا واحدة بس من هذا الكم من الخلايا تنشطر لكي تكون بويدة هذه البويدة مفترض ان عند نقطة معينة هتخرج من المبيض هذه البويدة مع خروجها من المبيض مفترض انها هتدخل جوا قناة فالوب هذه البويدة مفترض ان عمرها داخل جسم المرأة رغم انها ما بتتحركش كتير اقل بكثير من عمر الحيوان المنوي من ساعة لما يتكون لحد لما يخرج ومن ساعة لما يخرج كمان لحد لما يقابل البويدة ليس بالضروري ان الحيوان المنوي تبقى الخواص بتاعته رائع لتخصيب او لاختراق البويدة لحدوث حملة طبيعية وليس بالضروري ان البويدة تبقى رائعة كي تنقسم بعد تخصيبها باستقبال الحيوان المنوي اللقاء بين البويدة والحيوان المنوي يأتي داخل البويدة يعني القوضة اللي بيتقابل فيها الصفات الوراثية للرجل والصفات الوراثية للمرأة داخل البويدة هي قوضة الست مش قوضة الراجل وداخل البويدة بيحدث تفاعل بين الكروموسومز بتاعت السيدة والكروموسومز تاعت الراجل وما 23 هنا و23 هنا عشان يتخلق ما يسمى الجنين الجنين ده بيتخلق كبداية بعد تخصيب البويضة بالحيوان المنوي تقريبا من 18 إلى 24 ساعة وما بعد ذلك يسمى مرحلة انقسام الجنين انقسام الجنين بيأتي داخل قناة فالوب يظل هذا الجنين منقسم بعد تخصيبه لفترة معينة في محاولة للعودة في رحلة بالنسبة لهذا الجنين تعتبر رحلة طويلة وصولا إلى تجويف الرحم محاولة منه الالتصاق على بطانة الرحم المبيض المبيض ده المفروض بيطلع بوايدة بس لازم يبقى كومبليمنتد به يعني لازم يبقى مكمل له ان يبقى فيه حانان منامي ان يبقى فيه قناة فالوب وان يبقى فيه تجويف رحم يستوعب الجنين اللي بيخرج كلامنا على البوايدة عمر الحيوان المنوي سبحان الله لا يحكمه عمر الرجل عمر البوايدة يحكمها عمر المرأة المبيض في الطبيعي المبيض بيطلع فيه الشهر الواحد بوايدة واحدة فيه نوادر السيدات او فيه قليل من السيدات الواحده من غير مناشط يكون بيطلع اتنين او تلاتة اللي هي زي ما بيقولك ايه نسبة حدوث توأم حمل توأم واحد ليه مش عارف اربعة وستين الف واحد ليه تمنتلاف على حسب عدد الاجنة اوه انما في المتوسط واحدة في كل تقريبا ست سبعة تلاف سيدة هتحمل في توأم واحدة في كل حاجة وستين الف سيدة هتحمل في تلاتة طبيعي من غير مناشط المناشطات هل اعطاء مناشط لتحفيز المبيض لإفراز عدد من البوايدات لو تأثير او مردود جيد على النسب الحمل شالناس مزعجش مني ان كان العلاج لتنشيط المبيض او ان كان هناك رغبة في تنشيط المبيض لإفراز عدد اكبر من البوايدات انا ما بتكلمش على الست اللي ما عندهاش طبويد بتكلم على الست اللي عندها طبويد لوحدها هل النتائج هتبقى بتقع يعني هتبقى فيه فرصة لحدوث حمل اعلى الاجابة في رأيي لا ولكن مجازا عشان انت مش هتقدر انك انت يتغير معتقد مجتمع باكمله ايو ان كانت سيدة هتاخد علاج لتحفيز المبيض فهو يتاخد لفترة معينة الفترة دي انت انتهي بيه يا هي تحمل يتفشل محاولة التنشيط في احداث حمل مش احداث طبويد تنشيط المبيض بيه سيدة عندها مبيض واحد او عندها قناة فلوب واحدة انا بجاوب على السئلة من اللي بتدور في ازهان ازهان الناس دي سيدات اتشلهم انبوبة لسبب ما وبعندهم انبوبة واحدة هم مقتنعين او الدكتور مقتنع انه اعطاء منشطات عشان المبيض يطلع بوايدة من الناحية اللي فيها قناة فلوب لان السيدة دي ان عندها طبويد مرة من الشهر من المبيض اليمين ومرة من المبيض الشمال فهم يعتقدوا انه اعطاء منشطات هو ده اللي حيعلي من لسب الحمد رأيي انا ولكن برضو تاني حيبقى نفس الفكر بتاع اجابة السؤال الاولاني ان كان هناك رغبة في اعطاء منشطات لتحفيز المبيض لفترة معينة فالتنشيط ده انه هيتخذ في حدود من 3 ل 6 شهور ولكن ما ينفعش انه يتخذ تنشيط لحدوث حمد طبيعي في حال انه تكون قناة فلوب استواصلت مش لسبب مرضي ولكن بسبب ما يسمى حمل خارج الرحم سابقة لان هذه السيدة ان كانت بتاخد منشط لجماع لحدوث حمل طبيعي فهي معرضة لانها تحمل خارج الرحم فيها القناة التي لذالت متبقية تنشيط المبيض لسيدة المبيض بتاعها ضعيف والضعف دوان بسبب اضطراب في الهرمونات 20 ل 30% من الستات اللي بيتماشر في الشارع عندهم ما يسمى تكييسات المبيض وتكييسات المبيض هو مرض شائع جدا ولكن 80% من الستات دول يعني لو فيه 1000 سيدة فيهم 800 عندهم طبويد لوحدهم عندهم ايه؟ طبويد لوحدهم حتى لو عندهم تكييس ولكن عندها طبويد لوحدة تمام حياتي السؤال اللي بعديه طب ازاي اعرف امتى التبويد لانه الستات دول بتأخر عندهم طبويد دي حتى بقى اجابة سؤال اللي جاي سيدة بتاخد ادوية لتنشيط المبيض عشان عندها تكييسات ليه لا بس برضو هناك نقطة بداية ونقطة نهاية ليه السيدة اللي بتاخد ادوية لتنشيط المبيض عشان عندها تكييسات فعندها ضعف في التبويد فمحتاجة انها تاخد منشط عشان تطلع بويدة هؤلاء السيدات لما بيطلع عندهم بويدات دائما بيسألوا نفسهم سؤال هو اللي يا دكتور لما باخد تنشيط وبيطلع تبويد انا ما بحملش هي نفسي اجابة السؤال بتاع السيدة اللي خادت ادوية تنشيط ومحلتش او الست اللي خادت ادوية تنشيط عشان هي بتشغل مبيض من المبيضين هذه السيدة عندها اسباب اخرى غير جودة البويدة وغير عدد البويدات وغير قدرة الحيوان المنوع على اختراق البويدة ممكن تكون فيه من اقصى اليمين اتخذت لأقصى الشمال وعندها اضطراب فيه اتصاق الاجنة على بطانة الرحم واضطراب في الجهاز المناعي يؤثر على انغماس الجنين على بطانة الرحم سيدات اللي عندهم تكيسات على المبيض في كثير من الاحيان بيتقالهم خدوا ادوية تنشيط لتحفيز المبيض انفشل العلاج الدوائي المعتدل في جرعه الجرعات بتاعته في احداث تبويض لابد ان يتوجه هذا الملف لحجم الاتنين يحاني مجاري يامنزار وتسقيب مبيض سوال اللي بعدين وانا لما بعمل ده علاج لتسقيب المبيض يعني بعمل المنزار هل ده معناه ان انا ازلت كليا التكيسات الاجابة لأ ده زي اللي عنده جنة في وشه وقام جايب ملقاط وفرأة هل ده معناه انه وشه كله مش معرض انه فيه ده مامل معرض اي سنة هو الشخص ده طبيعة الجلد بتاعه ممكن تعمل ده ملايه هنا وده ملايه هنا عملناه وطلع بعد يوم ويومين وثلاثة ده مامل اخر ده يختلف عن تكيسات المبيض تكيسات المبيض ده النسيق ده طبيعته انه هو فيه حويصلات صغيرة الحجم اقل من 10 ملي كل حويصلة تؤثر على الاشارة بين المبيض والغدة النخمية وبالتالي بيبقى فيه مشكلة في الطبويد طبعي خضر ايديك دخلتي عشان تعملي تسقيب انت بتعمليه لحذف محدد والهدف هو مساعدة المبيض في افراز البوايد هناك اختلاف بين ضعف التبويد وضعف المبيض ضعف التبويد يعني السيدة دي هرمونيا سليمة كتحاليل مخزون مبيض سليم وهنتكلم عليه ولكن ما عندهاش تبويد فبتحتاج منشط عشان تطلع بوايدة ضعف المبيض ده مضوع تاني خالص بتطلعش بوايدة ضعف المبيض ده يعني مبيض بيطلع بوايدة في كثير من الأحيان ولكن هذا المبيض عمره بالتحاليل يختلف عن عمر ضعف السيدة أو هذا المبيض من قديم الأزل هو معرض لأنه عند نقطة معينة لتبسيط برضو الأمور يدخل فيه ما يسمى الشيخوخة المبكرة فيه واحد شعره بيبد هو في العشرينات من عمره فيه واحد بيصلاع من يوم وليلة صحيح فيه واحد بيفضل شعره اسود لحيات يوم ما يموت فيه واحد بياخد أدوية لأسباب معينة الحيوانات المنوية بتيجي من هنا توصل لأعلى درجاتها فيه سيدة المبيض بتاعها الكفاءة بتاعته مش طبيعية بالنسبة لسنها فهذه المرأة ده بيبان عند حضرتك فيه حاجة اسمها المخزون بتاع المبيض اللي هو الانتماليلين هورمون وتحليل هورمون بيتعامل تاني يوم الدورة اللي هو اسمه الافا سيتش وعشان تعرفي السيدة دي عندها طبويد ولا لا حتى لو المخزون قليل جدا وحتى لو الافا سيتش مص نص حضرتك بتعمل لها سونار في بداية الدورة حضرتك بتعمل لها تحليل هورمون مع نزول الدورة حضرتك بترجع تعمل لها تحليل هورمون عشان تقرني بين التحليل بتاع اول وثاني يوم الدورة واليوم العاشر والحداشر والاثناشر والثلاثاشر من الدورة حضرتك بتعمل لها موجات صوتية عشان تشوفي عندها طبويد ولا لا لان ممكن يكون عندها ضعف مبيض انا ما اتكلم ضعف مبيض لا ليس ضعف طبويد يكون عندها ضعف مبيض ومع ضعف المبيض هذه السيدة بتطلع بوايدة لوحدها فهذه المرأة لما انا بديها منشط انا بقرس على مبيض واردي وبدأ يدخل فيه شيخوخة مبكرة فده ممكن يعرض هذا المبيض بنسبة اعلى الى انه يتعجز اكتر واكتر واسرع واسرع وممكن يتوقف عن العمل عند نقطة ما فهؤلاء السيدات ان كان عندهم طبويد لوحدهم مبروك سبقهم في حاله ما تدومش منشط وان ما كانش عندهم طبويد ومحتاجين منشط فهينطبق عليهم السؤال المرة واحد واثنين وتلاتة ياخد جرعات تنشيط لفترات معاناة حدث حمل مبروك ان لم يحدث حمل توقف وفكر في فكرة تانية بس دول يختلفوا في تنشيتهم ومدة تنشيتهم ما ياخدوش شهور طويلة يعني لو حتدي من ست شهور لسنة ادي من ثلاث لست شهور لو حتدي جرع عالية من المنشط عشان تطلعي بوايدات في سيدة انت نفسك تديها منشط عشان تطلعي بوايدات ما تدياش جرع عالية من المنشط عشان ما تجهديش المبيض اكتر واكتر فالفكر يتبلور بناء على حسب الحالة خدت ادوية تنشيت يا دكتور ولما باخد ادوية تنشيت بيطلع لي كياس على المبيض اكياس ففي بعض الاحيان في ستات عندهم قابلية جسمهم لإحداث اكياس على المبيض من جراء التنشيت هؤلاء السيدات التنشيت بتاعهم لاحقا حاجة من الاتنين يا تقعد في البيت وتستنى انها تحمل لوحدها بعيد عن انها تاخد منشطات يا انها تاخد حاجة ما يسمى الكونترول ان انا اعمل لها تنشيت المبيض زيه زي التنشيت اللي بعمله يعني هسحب بوايدات مش كجرعة كفكرة بحيث انه التنشيت بتاع المبيض اللي احنا بنعمله عشان نسحب بيت بيبقى فيه نوع من انواع التلجيم ليه الاشارة بين المخ وهيه المبيض فدوان بيقلل من نسب انه يطلع اكياس على المبيض الامراض اللي ممكن تكون موجودة فيه الرحم اه فيه المبيض واشهرهم اشهر مرض موجود في المبيض هو يا تكايسات يا كيس على المبيض كيس وظيفي يا كيس على المبيض مما يسمى داء البطانة المهاجرة داء البطانة المهاجرة هو مرض فيه خلية هذه الخلية شبه الخلية الموجودة داخل تجويف الرحم ولكن موجودة في اماكن اخرى واحد من اشهر هذه الاماكن هو المبيض داء البطانة المهاجرة ده هو مرض متغير يعني ممكن تبقى سيدة عايشها سنين ما عندهاش اكياس على المبيض وبين يوم وليلة بدأ يطلع لها اكياس على المبيض وهذا يختلف عن كيس المبيض الوظيفي كيس المبيض الوظيفي دو هو اضطراب او تفاعل هرموني خطأ بين البوايدة او الحويصلة اللي بتتكون داخل المبيض لحد نقطة معينة المفروض الحويصلة دي تفتح شاية العمالة البيض ما فتحتش فكبرت ففضلت البلونة دي تكبر 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 لحد نقطة معينة مش عايزة زي ما بيقولوا تيه تريليز او تفرز السائل اللي جواها نسب الحمل من جراء تنشيط المبيض فيه ناس بيتخيلوا ان انا طالما خدت ادوية تنشيط والدكتور قال لي يلا جماع بينك وبين جوزك ان انا الشهر ده ححمل كل اجراء طبي فيه اي نوع من انواع اللي زي ما بيقولوا هي الخطة العلاجية هتتحط ليه سيدة ورجل ولا بد ان يكون تكميلي الاتنين مكملين لبعض لها نسبة حمل عشان نشط مبيض لسيدة متجوزة بقالة سنة وسنتين وتلاتة هتختلف جدا في نسب الحمل عن ان نشط مبيض لسيدة متجوزة بقالة عشر وخمستاشر سنة انا متكلم على تنشيط المبيض لحدوث حمل طبيعي انا كا احمد احنا كبروتوكول علاج احنا كمركز احنا ما بنديش ادوية لتنشيط المبيض لسيدات بيدوروا على حمل بسبب مشكلة في المبيض عد عليهم اكتر من ست مرات تنشيط ولم يحدث حمل عد عليهم اكتر من سنة ونص لسنتين ولا يوجد سبب واضح غير التبويض لتأخر الحمل ليه؟ لانه نسب الحمل سوف تكون قليلة جدا من تنشيط المبيض لحدوث جماع بين رجل وامرأة فبنقول لهم اعودوا في البيت اوفر واحسن الحقل المجالي ده قصة طويلة مش حاضر اقول نسب الحمل منها ولكن ان كان المشكلة هي مشكلة تكيوسات مبيض فهؤلاء السيدات بيحملوا نفس نسبة حدوث الحمل المرتفعة جدا لو المشكلة في حيوانات المنوية او في قناة فلوب ان كانت المشكلة في المبيض هي ضعف المبيض يعني ضعف مخزون المبيض فبتعتمد في نسب النجاح على عدد البوايدات التي تفرز منها المبيض من جراء التنشيط وعدد البوايدات التي تخصب من مجمل البوايدات التي تفرز من المبيض فكده نسبة الحمل متغيرة شويتين عندي مخزون المبيض قليل يا دكتور وقالوا لي انت ملكيش علاج والدورة هتقطع بعد شهر وشهرين وتنشيط كلام ده كلام فارغ لانه مخزون المبيض هو واحد من دلالات او من قياسات كفاءة المبيض وليس له علاقة بامتى هتقطع الدورة عند المرأة له علاقة بنسبة الحمل اللي حتاخدها دي السيدة من اي اجراء من الاجرات اللي انا كنت بحاكي فيها اللي احنا نوصل له في الاخر اي اجراء من الاجرات اللي انا كنت بحاكي فيها إنما ليس له علاقة بالدورة هتقطع بكرة للشهر الجاية للسنة الجاية حضرتك فيه ستات بيتمشوا في الشارع سنهم عشرين سنة مخزون المبيض بتاعهم ضعيف جدا وبيحملوا لوحدهم وفيه سيدات سنهم خمسة واربعين سنة المخزون بتاع المبيض بتاعهم عشرة على عشرة وما بيحملوش أجد يا دكتور احنا بنشكر حضرتك على المعلومات القيامة وقت الفقر زي ما انتوا شايفين عادة بسرعة كلمنا النهاردة عن مشاكل كثير خاصة بيئة المبيض وخاصة بيئة الطبيب كلمنا في كل التفاصيل دي في اللي كان منوارنا النهاردة الأستاذ الدكتور أحمد عوضل استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنبي بمركز دار الطب وعضو الجمعية البريطانية بلندن وصاحب مركز دار الطب بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على تشريفك لنا النهار نورتنا دكتور أحمد مشاهدين وصلنا معكم لنهاية فقرتنا إلى أن نراكم على خير في فقرات مميزة من برنامجكم الطبيب فأمن الله